ماذا في الكواليس؟ ماذا في تفاصيل هذا الاتفاق الذي جرى ما بين التقدم وكتلة الصدارة؟ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بدأ تحية لكم ولمشاهدين قناة التغيير الكرام حقيقة تعودنا على السيد الرئيس الحلبوسي أن يعطي أجمل صورة في السياسة ودعني أقول أن السيد الحلبوسي الذي أظهره من حنكة ودهاء والحفاظ على أمن واستقرار العراق والمحافظات المحررة يجب أن يدرس بالتالي نحن خرجنا من اجتماع بالأمس أفضل هذا الاجتماع بالتحاق وانضمام تحالف الصدارة إلى تحالف تقدم بشكل رسمي ودعم تحالف تقدم كونه الأغلبية السنية داخل البرلمان وبالمقابل تحالف تقدم وبيان رسمي أصدر تأييده ودعى مجلس النواب للتصويت للسيد محمود المشهداني والخروج من هذه الأزمة السياسية التي تضرر منها المواطن العراقي بصورة عامة ومجلس النواب والسلطة التشريعية كون هذه السلطة سلطة مهمة ينتظر المواطن العراقي أن يكون هناك قرار القوانين المهمة والمعطلة ومنها ورقة الاتفاق السياسي التي تتضمن التصويت على قانون العفو العام والقوانين المهمة ومنها قوانين النفط والغاز سيد العزيز الحلبوسي أو الرئيس الحلبوسي منذ اليوم الأول بعد خروجهم من المنصب قال بالحرف الواحد نحن مع أمن واستقرار وتطبيق مبدأ العدالة والدستور سواء داخل مجلس النواب أو خارج مجلس النواب وبعد أن كان هناك انسداد في موضوع تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان أصبح لزاما أن نمضي مع مرشح تجده الكتل السياسية الأوفر حظا ونحن والسيد الحلبوسي وكتلة تقدم تم اختيار السيد محمود المشهداني ليكون مرشح توافقي ويمثل الأغلبية السنية في تحالف تقدم ونحن نعلم أن الكتل السياسية من الإطار التنسيقي دعمت السيد المشهداني ومنها دولة القانون على سبيل المثال فبالتالي أصبح لزاما على الكتل السياسي سواء السنية أو الشيعية الكردية أن تنضي مع اختيار الكتلة البرلمانية الكبيرة والمتمثلة بهذا التحالف اشتركوا في القناة